إذن وصلنا لفكرة أن نريد أن نحفظ الويب توكن أو جيسون ويب توكن الذي حصلنا عليه من استرابي في مكان ما بتطبيقنا حتى نستطيع أن نحصل عليه في أي وقت نريد أن نقوم بأي ريكوست بأي ريكوست يحتاج او يحتاج الصلاحيات فما هي الطرق التي يمكن أن نحفظ بها هذا التوكن فإذن هناك حقيقة هناك عدة طرق لكن الطريقة الأبسط التي يمكن أن تفكر بها هو أن تحفظها بالـ local storage الموجود بالـ client بالمتصفح يعني فعلينا رأى هذا الـ local storage فإذا ذهبنا إلى المتصفح هنا لدينا وإذا ذهبنا إلى storage هنا لدينا storage بالنسبة لـ Chrome أعتقد أيضا اسمه storage يمكنكم التحقق لكن هنا لديه هنا فييرفوكس فإسمه storage هنا فبالـ storage هناك عدة أشياء لاحظوا لدينا كاش هنا لدينا كوكيز ولدينا هذا لدينا local storage ولدينا session storage session storage الذي خاص بجلسة المستخدم يعني عندما يقوم الشخص بتسجيل الدخول فأنا أقوم بحفظ كل معلوماته بالجلسة الخاصة به وأحتفظ بها بالمتصفح أيضا لدينا local storage وأيضا لدينا الكوكيز local storage هو الشيء الذي استعامل معه حاليا مبدئيا وأضم الخيار الثاني لحفظ اللوغن أو الجيسون والتوكين الخيار الثاني الذي لدينا فأقفار نحن قلنا أن الخيار الأول هو عبارة عن local storage الخيار الثاني هو الكوكيز وعندما نحفظه بال local storage سنجده موجود هنا وعندما نحفظه بالكوكيز سنجده موجود هنا آآ بالنسبة لهذا الخيار الأول الذي سنتعلمه الآن فبالنسبة لهذا الخيار غير آمن لحفظ آآ معلومات تسجيل الدخول فإذا مثل الجيسون وبتوكين غير آمن فإذا أنت لا تفكر مبدأ أنه عندما تقوم بتسجيل دخول شخص أنك ستقوم بتسجيل دخوله آآ وتحفظه بال local storage وهذا شيء رائع وهذا شيء آمن هذا غير آمن آآ بال local storage عادة تقوم بحفظ الأشياء التي آآ not sensitive data يعني البيانات الغير حساسة بيانات التي آآ ليست خطيرة يمكنك أن تحفظها بال local storage مثلا آآ الاعدادات dashboard المفضلة للشخص مثلا الشخص يحب مثلا أن يكون theme لل dashboard مثلا لونه أحمر أزرق يمكنك أن تحفظ هذا بال local storage لا مشكلة حتى لو تم تسريب أن الشخص يحب اللون الأحمر والأزرق يكون هناك مشكلة بهذه بهذا التسريب لكن إذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة به أو الجيسون والتوكين فهذا يعرض آآ هنا هذا شيء غير آمن هذا يشكل ثغرة آمنية فنحن سنتعلم هذا لكنه غير آمن فإذا لي نبدأ فبع بصفحة اللوغن إذا حبت إلى صفحة اللوغن فإذا بيجز آآ لوغن ومن اللوغن سنتعلم للفورم فإذا هنا نحن باللوغن فورم فإذا هنا عندما حصلنا على خطأ عرض قمنا بإرسال خطأ لكن ماذا لو لم يكون هنا عليك خطأ فإذا if everything everything is okay فنحن سنقوم بالتالي سنقوم بsave جيسون وبتوكينج somewhere وحاليا سنقوم بحفظه آآ سنقوم بحفظه باللوغن ستوريج جيد فإذا طريقة لحفظه باللوغن ستوريج نكتب لوغن ستوريج وست ايتم ونسمي هذه الايتم مثلا نسميها مثلا يفضل أن تعطي بادئة للبريفكس الخاصة بك فمثلا تسميها أي شيء ضع اسمك ضع اسم موقعك ضع اسم الموقع ضع شيء يعني بادئة معينة مميزة أنا سأضع دائما البادئة التي أستخدمها هي اسم موقع وإذن هنا اسمه لوغن توكين وسأضع هنا هذا التوكين وأيضا يمكن أن أضع هنا لوغن يوزر مثلا وأضع معلومات اليوزر فإذن الآن قمت بحفظ هذا باللوغن ستوريج فإذن الآن لو ذهبت إلى هنا جيد وقمت بالتحديث هل يوجد شيء باللوغن ستوريج لا لأنني لم أقم بلوغن لكن مرة أخرى سأقم بلوغن تست دوت كوم واحد اثنى ثلاثة اربعة خمسة ستسبعة ثمانية إذن لوغن لاحظوا مجرد أن أكتب لوغن فإذن تم حفظ هذا بهنا في هذا المكان والآن إذا أردت أن أقوم باستعادة هذا هذا الويب توكين إذا أردت أن أعرف إذا اليوزر تم تسجيل دخوله أو لا فيمكن أن أستخدم حق اللوغن ستوريج مرة أخرى فدعونا نجرب ذلك فيمكن أن لنرى ملفات مشروعنا إذن هذه الملفات هاللي دينا يوتيلتيز هنا لم نقم بإنشاء يوتيلتيز لكن يمكن أن ننشئ ملف مجلد جديد اسمه يوتيلس هكذا وبداخله سأنشئ ملف مثلا اسمه هلبرز دوت جي اس هنا يمكن أن ننشئ فنكشن أسميه مثلا إذ لوغد ان وفي هذا الفنكشن سأقوم بجلب التوكين من اللوكل ستوريج باستخدام get item وأكتب اسم التوكين فمثلا اسم التوكين هنا lwnlogan token وأكتب هنا إذا لم يكن هنا لك توكين أو أكتب مثلا return token وإذا وضعت إشارتي تعجب هكذا أمامه هذا يعني إذا كان يوجد توكين فقم بعرض لtrue غير ذلك false فإذن هذه هي طريقة لتحويل قيمة معينة لبوليان بجابا سكريبت أن تضع أمامها إشارتي استفهام الإشارة الأولى تنفيها والإشارة التي بعدها تنفيذ نفي وبالتالي تعطينا إذا كانت هذه القيمة true ستكون true إذا كانت false ستكون آآ سترجع لنا false فإذا كان هذا التوكين موجود فهذا يعني أن اليوزر أنا أفكر بهذه الطريقة إذا كان هذا التوكين موجود فهذا يعني أن اليوزر موجود فعليا تم تشجيل دخوله وهو جيد؟ فيمكن أن أستخدم هذا هذا مثلا بالهيدر دعونا نذهب للهيدر ونستخدم هذه هذه أو الجديدة بالهيدر هنا نكتب إذا كان login أو لا فسأذهب إلى أو يمكن أن نستخدمها بالأب إذا ذهبنا إلى الأب وجلبنا هذه التي اسمها ما اسمها إذن اسمها is logged in سأكتب is logged in وهنا أكتب أقوم بجلب هذا الفنكشن وأنفذه is logged in أقوم بcalling لهذا الفنكشن لأننا كيف سيبدو ذلك فعليا فكل بساطة هل سيعطينا خطأ؟ يعني أنا أتوقع خطأ والخطأ الذي توقعته فعليا هذا نفس هذا الخطأ والآن هذا الخطأ هو قصة فعليا قصة في تطبيقات next.js وعلينا أن ندرس هذا الخطأ ونتعلم الكثير حول هذا الخطأ فإذاً لنبدأ فإذاً هذا الفقرة الجديدة لتعلم هذا الخطأ الذي سيقول لك لا أعرف ماذا ليس ولي نبدأ فعليا فإذاً سأبدأ هنا فهذا الشرح الذي سأشرحه الآن سيكون عبارة عن مقدمة لشرح مكثف أو شرح مفصل أكثر سيكون في الدروس القادمة فبداية نحن لدينا هنا next.js أو دعوني أغير اللون فإذاً هنا لدينا next.js فإذاً هذا هو تطبيق next.js فإذاً هذا هو front end وهذه هي next.js هنا لدينا ماذا؟ طبعا أعتذر عن الرسم يعني ولكن هو فقط غايته التوضيح يعني وليس التقديم لوحة فنية هنا الباك أند لدينا في حالتنا هي سترابي لكن يمكن أن تسميه هنا back end جيد فالشيء الذي نحن نقوم به هو أن نقوم بإنشاء تطبيق next.js هنا هذا التطبيق يقوم بإرسال طلبات للباك أند كالطلب الذي أرسلناه قبل قليل ABI وهو لتسجيل الدخول فيقوم بإرسال طلبات للباك أند ويأخذ هذه النتيجة من الباك أند ويضعها في تطبيقه لكن السؤال الآن هل هذا الشيء النتيجة التي جاءتنا من هنا؟ أو أي شيء أنا أكتبه هنا في تطبيق next.js هنا؟ هل هذا الشيء فقط يذهب لمتصفح الزائر ويتم تنفيذه هناك؟ فإذن مرة أخرى نرى إذن هل هذا الشيء أو المعلومات موجودة في next.js فقط يتم تطبيقها هنا كلها؟ يتم تنزيلها كلها ويتم تطبيقها هنا؟ فإذن الجواب لا فما هو الشيء الذي يحدث فعليا في هذا الموضوع؟ فلنحاول أن نشرحه مجددا next.js نفسها بالرغم أنها يمكن أن تفكر بها كفريمورك فرونت إن لكن هي نفسها لديها قسمين قسم خاص بالسيرفر وقسم خاص بالكلاينت والآن سأوضح ماذا يعني ذلك؟ يعني next.js نفسها الآن نحن بهذه النقطة نحن فهمنا النقطة للوحة الكبيرة لوحة الكبيرة نطلب من الباك اند دجل باك اند نعرض ب next.js لكن هذه next.js الآن الشرح على هذه النقطة فقط هذه next.js نفسها فيها سيرفر وفيها كلاينت يعني أنت تكتب كود next.js وبعد أن تكتب كود next.js تضعه في مكان ما ليتم تنفيذه فإذاً هذا هو كود next.js تضعه بمكان ما وتقوم بتنفيذه فأنا فعلياً في الواقع الآن أين وضعت الكود الخاص بي دعوني أريكم هنا لاحظوا هنا طبعاً هنا مكان الخطأ فإذاً هنا على جهازي في مكان جهازي فإذاً مرة أخرى هنا على جهازي أنا وضعت هذا كود next.js فهذا المكان الذي يوجد به هذا الكود الخاص ب next.js يمكن أن أسميه سيرفر فإذاً هذا هو سيرفر next.js لأنه فيه المكان الذي أنا وضعت فيه الكود الخاص مي الخاص ب next.js فإذاً اسمه أيضاً سيرفر سيرفر next.js فيمكن أن أعبر عنه مرة أخرى سيرفر next.js هو سيرفر لماذا؟ لأن المكان الذي وضعت فيه الكود اسمه next.js هذا المكان الذي أنا أوضع فيه الكود هنا جيد يتم أيضاً تنفيذ فيه الكود لاحظوا تم تنفيذه هنا عندما قمت بتشغيل سيرفر next.js ويرسل الكود ويرسل عفواً الكود الذي يطلبه الكلاينت هنا أو يرسل استجابات للأشياء التي يطلبها الكلاينت هنا فمثلاً عندما نذهب لصفحة add recipe فيذهب next.js ما الشيء الذي سيفعله next.js مرة أخرى هنا هنا الكلاينت الذي هو البراوزر الذي هو فييرفوكس كروم هذا الشيء يرسل أريد أن أحصل على صفحة add recipe فيذهب هذا الشيء لي ماذا؟ للسيرفر next.js و next.js تقوم بتحضير له صفحة add recipe وترسلها له هذا كله بداخل next.js ليس لي علاقة بالباك اند الأخرى أو قواعد بيانات الأخرى ليس لي علاقة بدلك هذا next.js ف next.js نفسها لدينا قسم client هنا ولدينا قسم server السيرفر هو المكان الذي أضع فيه الكود الخاص به فبالتالي server next.js هو المكان الذي أضع فيه code next.js أما client فهو المكان الذي أرسل به ترسل server next.js بعض الأكواد أو بعض من السكريبت له حتى ينفذها هنا في جهة client فمرة أخرى نعود لهذه القصة يعني local storage is not defined ماذا يعني ذلك؟ الشيء الذي حدث فعليا طبعا في أي صفحة حدث الخطأ في صفحة الهيلبرز وفي صفحة الأ يعني هنا حدث هذا الخطأ هنا حدث هذا الخطأ عندما حاولت أن أقوم بتنفيذ function is logged in وهذا function يطلب local storage مباشرة الشيء الذي حصل فعليا أن هذه صفحة الأب هذه صفحة الأب server next.js هنا أراد أن يقوم بإنتاجها فإذا أراد أن يقوم بإنتاج أي لون نستخدم الآن أراد أن يستخدم أراد أن يقوم بـ generate لصفحة هذا لهذه الـ component لهذه الأب فعندما أراد أن يقوم بجلبها لم يقوم بوضع ذلك أو عندما أراد أن يقوم بـ render لها أو أراد أن يقوم بإنتاجها produce لها لم يقوم ذلك على كان على السيرفر وهنا لا يوجد local storage local storage فقط هنا local storage مرة أخرى موجود هنا هنا في المتصفح الذي اسمه Firefox Chrome إلى آخر Brave أي شيء هنا لا يوجد local storage local storage هو attribute من الويندو الويندو object الويندو والويندو هي ماذا؟ هي خاصة بالمتصفح فإذا بالأصل أنا لا أطلب local storage أطلب window dot local storage وهذا الشيء خاص بالكلاينت ولكن الشيء الذي حدث أنه تم generate للصفحة هنا في في السيرفر وعندما طلب local storage local storage غير معرفة لأن هي فقط موجودة بالكلاينت فعرض لي هذا الخطأ فإذا هذا الخطأ كما قلت لكم هو قصة بحد ذاتها ولذلك أنا أرد أن أشرح عن هذا الموضوع وأريد وأريد أن أشرح بطريقتي حقيقة لا أريد الإختصار ولا أريد أن أجعل هذا الكورس يعني فقط لمجرد أن أضع المعلومات وأشعرك أنك تتعلم بدقيقة ودقيقتين أنا أريد فعلا أن أوضح لك المعلومات وبالتالي سيطول الشرح سيطول الفيديو سيقصر لا أعرف لكن سأشرح بطريقتي على أي حال فإذا هذا هو موضوع طيب لدي هذا الخطأ لكن كيف يمكن أن أن أقوم بحل مشكلة هذا الخطأ فأنا أريد فعليا لحل هذا الخطأ فأنا أريد فعليا أن أقول لنكس جي أس شيء أريد أن أقول لها ما الشيء الذي أريد أن أقول لها أريد أن أقول لها عندما تريدين تنفيذ local storage فيجب ان تنفذي فقط على جهة client فاذا هذا الشي الذي اريده هنا اقول. اذا كان هناك local storage فنفذيه على جهة client لا تقلقي بهذا الموضوع على جهة السيرفر طبعا مرة اخرى اذكر لان المعلومات ستصبح اكثر صعوبة وبالتالي انا اذكر نحن فقط الان بالnext.js server next.js client next.js ليس هناك server اخر ليس هناك client اخر هذا الشي الذي نتعامل معه حاليا. فاذا نعود. فاذا نريد ان نخبرها بهذا الموضوع. كيف نخبرها بهذا الموضوع؟ فيمكن اخبارها بهذا الموضوع هنا. كيف ذلك؟ هنا لك طريقة مثلا. ان نكتب مثلا هنا import مثلا. use state from react. وايضا use effect. use effect مجرد لدينا. state مجرد لدينا effect. هذا يعني اننا نحن الان client. فاذا هذه معلومة مهمة جدا. يعني فكروا فيها دائما. فاذا هنا ساكتب const اه set logged in مثلا. او logged in مثلا. وهنا set logged in. ويوز state بشكل الافتراضي سيكون غير مسجل الدخول. وهنا ساستخدم use effect. هذا تستخدم على جهة المتصفح وليس على جهة آآ آآ السيرفر. وهنا سنكتب اذا كمرة اخرى سنتأكد انه يمكن ان نتأكد هنا او يمكن ان ننفذ نفذ هنا مباشرة. انا set logged in. واضع هنا ال utility التي لدي هنا. وهنا لا اكتب is logged in. بل اكتب آآ logged in. فاذا نرى اذا كانت هذه الطريقة تنفع. مع حل هذه المشكلة. فاذا لاحظوا مرة اخرى لا وجد مشكلة. لكن is logged in. لاحظوا آآ قامت بعرض آآ ماذا? لا شيء. لم يتم عرض اي شيء. فاذا true or false. فاذا whom? فاذا is logged in. لا شيء. لماذا? فاذا يمكن ان نكتب هكذا. اذا كان logged in. سنكتب yes. غير ذلك no. فالجواب yes. فاذا ها هي. فاذا yes. فاذا هو فعلا logged in. والشيء الذي نحن قمنا من عرضه. لانه قمنا بالحفظ بال local storage. فذهبنا الى local storage. آآ هنا فلاحظوا اذا قمت بمسح كل شيء. وقمت التحديد. طبعا يفترض ان يقول لي no وبالفعل no. جيد. فاضلا هذه هي آآ طريقة لهذا آآ الموضوع آآ وايضا آآ قد تجدون حل آخر آآ آآ ان كيف يتعاملون مع هذا الموضوع هو ان يتم السؤال آآ اذا كانت بهذا الشكل. مثلا يسأل اف اي افن. اف يعني نوع الويندو. يساوي آآ لا يساوي. فالآن انا فاذا هذي هي آآ طريقة اخرى للتعاون مع الموضوع. اذا احتجنا لهذه الطريقة سنقوم بها. وشرح هذا الامر بكل بساطة. شرح هذا الموضوع هو ان آآ الويندو. الويندو يتم تعريفها فقط عند بجهة متصفح. فطالما انا بجهة متصفح فاذا هي ديفاين. غير ذلك هي غير معرفة. فاذا هنا هنا في هذا المكان في هذا الكود الويندو. ويندو اوبجيكت المعروفة ستكون هنا. فاذا هنا نؤكد هنا لا يوجد ويندو. فآآ اتمنى ان هذا شيء واضح بالنسبتي لكم. سأجلب سأبعد سأبعد هذا ونبقى في هذه اللوحة آآ هنا طبعا هذا يمكن ان اقوم بكومنت لها كذا واكتب شك اف ويندو از ديفاند. ربما آآ ترجعون اليها لاحقا تحتاجون هذا الكود لكن سأقوم بكتابة آآ يعني بهذا الشكل لديه. آآ لكن الفكرة كما قلت آآ قبل قليل يجب ان تبقوا في بالكم هذا الموضوع لانه مهم للمستقبل مهم للدروس القادمة هو ان هذا تستخدم بجهة فقط هنا هنا تستخدم. جيد يعني هنا ولا تستخدم لجهة السر.